اشتركوا في القناة وهي للفساد والقطع والمشاكل ورح يظل موجود فيها لغاية الساعة 10.42 دقيقة من مساء هذه الليلة موعد بث الحلقة له يوم الاثنين بتوقيت جرينيتش بعدين بنتقل للقمر وبصير في منزلة الإكليل زي ما حكينا الساعة 10.42 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش في منزلة الإكليل ومنزلة الإكليل هاي للربح والحماية والثبات والسلامة والصداقة والاستمرار الجيد ورح يمكث في هاي المنزلة حتى تمام الساعة 7.17 دقيقة من مساء يوم الثلاثاء يعني من مساء الحلقة اللي هو مساء يوم الثلاثاء ثلاثين ثلاثة لا ينتقل بعدها لمنزلة القلب وهي قلب العقرب اللي هي للظفر والنصر والثبات والربح والسلامة طبعا بما أن القمر رح يظل ساعات الصباح في الميزان فبظل التأثيرات نفس اللي ذكرناها في الأيام الماضية على جميع الأبراج إن هاي الفترة فترة عاطفية لتعزيز أو صار علاقة عاطفية مع الحبيب أو تحسين علاقة زوجية نالها بعض التوتر منكون اجتماعيين أكثر ومن ميل للإسترخاء بيجد الغرام متنفس لدى العشاق ولكن ممكن تلعب الغيرة دور في علاقة لم تستقر بعد في هاي الفترة مننجح في أعمالنا الفنية وبوسعنا القيام بمشروع مشترك يمكننا أيضا إقامة حفلة وعادة تزيين البيت أو المكتب واقتناء حاجية جميلة طبعا في زاوية وحيدة رح تكون قبل مرحلة خلو المسار هي زاوية تربيع سلبية رح تكون بين القمر وبين بلوتو وهاي رح تكون في تمام الساعة 12 و7 دقائق بعد منتصف الليل بتوقيت جرينج تدفع بعض الأشخاص للتسلط ومحاولة فرض سيطرتهم على الآخرين ممن حولهم من الأصدقاء أو أفراد العائلة أو حتى الأحبة بعد هاي الزاوية مباشرة أو أثناء هاي الزاوية بيصير في عنا خلو المسار خلو المسار بيبدأ الساعة 12 و7 دقائق بعد منتصف الليل يعني بتوقيت الأردن الساعة 3 و7 دقائق فجرا ورح يستمر حتى تمام الساعة 5 و33 دقيقة صباحا وهذا بيعني أنه الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار طبعا في زاوية قبل في فترة خلو المسار رح تتشكل هي زاوية اقتران سلبية بين عطارد وبين نبتون ورح تكون في تمام الساعة 3 و23 دقيقة صباحا بيكون عنا صعوبة في معرفة مشاعر الآخرين وبيكون صعب علينا التعامل معهم وممكن ينتج عن ذلك سوء تفاهم وعدم القدرة على علاج المشاكل العاطفية الناتجة عن هاي الزاوية أو عن التفاهم وممكن ترتكب بعض الأخطاء في أحكامك وممكن يعرضك هذا لخيبات أمل طبعا الساعة 5 و33 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش يعني بتوقيت الأردن على الساعة 38 و33 دقيقة صباحا بصير القمر استقر في برج العقرب في هاي الفترة اللي هي تأثيره بصير علينا ومنكون أكثر تطرفا في تصرفاتنا يا منحبه بشدة يا منكرهه بشدة منشعر بانتقاد الغير وحدته وبيلعب الجنس دور ملحوظ في حياتنا يجب أن نسيطر على مشاعرنا جيدا لأنه ممكن ننفجر في من حولنا تحت وطء الضغط عاطفي محبط ووسعنا شراء بوليس التأمين أو قراءة رواية بوليسية مثيرة ومشاهدة فيلم مغامرات اتخاذ قرار حاسم أو شراء بيت طبعا برضو في زاوية بطيئة رح تتشكل هي إيجابية زاوية تزديس إيجابية بين الزهرة وبين زحل وهاي رح تكون فيه تمام الساعة ثلاثة وستة واربعين دقيقة بعد العصر يعني احنا مقول مساء هي مناسبة لاستقرار العلاقات العاطفية وهذا بيضمن بيضمن لك إخلاص المحبوب أما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية تقابل سلبية رح تكون بين القمر وبين أورانوس وهاي رح تكون فيه تمام الساعة السبعة وثلاثة وخمسين دقيقة مساء ابتخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني ويفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من الجديد ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك أما بالنسبة للزاوية الأخيرة فهي زاوية تربيع سلبية رح تكون بين القمر وبين زحل وهاي رح تكون في تمام الساعة 11 و38 دقيقة مساء من واجه مصاعب وعرقيل بتطلب مننا أن نبذل جهد لن نتغلب عليها بأنفسنا وأن لا نعتمد على الحظوظ بيفتقر البعض الشجاعة اللازمة لمواجهة مشاكلهم فبيلجأوا للهروب إلى الماضي بدل من مواجهة الحاضر بما أن القمر رح يكون موجود بالعقرب فخلو المسار القادم رح يكون يوم الخميس واحد أربعة بيبدأ في تمام الساعة 12 و28 دقيقة بعد منتصف الليل وبيستمر حتى تمام الساعة 5 و58 دقيقة صباحا لينتقل بعدها القمر لبرج القوس أما بالنسبة لعمر القمر القمر انحصار المحدب 17 يوم في تمام الساعة 5 و59 دقيقة مساءا بيصبح 18 يوم نسبة الإضاءة بتصير 90% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحمل حتى يوم 19 أربعة سعيدة بنسبة 85% القمر اليوم زي ما حكينا في الميزان وفي العقرب ينتقل على العقرب ويستقر في العقرب لغاية يوم 1 أربعة هو سعيد حتى ساعات الصباح وبعدين بيصير منتحس بنسبة 40% عطارد في الحوت حتى يوم 4 أربعة منتحس بنسبة 50% الزهرة في الحمل حتى يوم 14 أربعة سعيد بنسبة 45% المريخ في الجوزاء حتى يوم 23 أربعة سعيد بنسبة 45% المشتري في الدلو حتى يوم 13 خمسة سعيد بنسبة 15% زحل في الدلو حتى يوم 23 خمسة منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثور حتى يوم 28 سعيد بنسبة 15% نبتون في الحوت حتى يوم 25 ستة سعيد بنسبة 15% أما بلوتوف الجدي حتى يوم 27 أربعة سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بيتركز اهتمامكم حول تدعيم شراكاتكم بدكو تتجنبوا الالتزام اتجاه الطرف الآخر بأي شيء طبعا هذا الوضع رح يظل مستمر لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح بتنهمكو في عادة تنظيم أموركم المالية أهمش انكو ما تهملوا صحتكم تصبح الأجواء أكثر إيجابية وتجاوبا معكم بتلاقي أعمالك صدى طيب أهمش انك ما تتكاسل بل سارع للعمل دون مماطلة ودون أعذر برج الثور واصلوا عملكم اللي بدأتوا فيه من قبل وما تبادروا لها عمل جديد ولا تهملوا صحتكم في ساعات الصباح ابترغبوا في تعزيج شراكاتكم ولكن ممكن تتعقد بعض الأمور وتطرأ بعض البلبلة عالج الالتباسات وسوء التفاهم بموضوعية حاذر القطيعة والدعاوى القانونية لأنه خصمك في هاي الفترة بكون قوي والعرقيل ممكن انها تستفزك برج الجوزاء بوسعكم قضاء وقت ممتع مع أحبائكم لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح بيبدأ العمل بتراكم لديكم بتكتنتبهوا لصحتكم بتتزامن الواجبات وبتصعب وممكن تضطر للعمل وقت إضافي أهم إشي إنك تحاذر من المشاكل في العمل وعبرده مشاكل الصحة برج السرطان اتجنبوا إدخال أي تغيير على مسكنكم أو شراء قطعة أثاث للبيت لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم والتفاهم معهم بتفيدك الاتصالات واللقاءات لطف الأجواء وأعد العلاقات لطبيعتها بتنال ما بترغب وبتنتصر على كل الاعتبارات ممكن اليوم تحل مسائل عالقة أو كانت مستحيلة هاي فترة إيجابية برج الأسد اللي بيتقدم لامتحان بده يستعد بشكل جيد لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح بتفضلوا التركيز حول مصالحكم البيتية والعائلية ووسعكم التفاهم وتعزيز العلاقة مع أفراد العائلة أهم شنكو تتجنبوا توبيخ الأحباء أو لومهم ممكن تقلق بشأن مسألة عائلية أو شخصية واجه العمر الواقع بمنطق وحاول إيجاد تسويات بتحمي حقوقك لا تفرض رأيك فترة مناسبة للسفر ولا الاستثمار برج العذراء احذروا في أي خطوة مالية جديدة لا سيما شراء حاجية ثمينة لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح بتنشطوا في أمور إلا علاقة بالاتصالات والسفر القصير وبكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار بتكثر النشاطات حسب حقل اختصاصك وبتكون لك لقاءات عديدة باستطاعتك الدفاع عن حقك والتعبير بوضوح وصراحة عن موقفك لا تتردد بالتحرك برج الميزان بتظل ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبيعمكم النشاط مع هيك لا تبادروا أي لأي خطوة أو عمل جديد بل واصلوا عملكم الاعتيادي لغاية ساعات الصباح في ساعات الصباح بتعيدوا الضبط ميزانيتكم لا تتهربوا من تقديم المساعدة لقريب أو حبيب ولا تبالغ بمصاريفك كون معتدل وموضوعي في النقاش والمساومة ممكن اليوم تهتم لأمور مالية أو استشفائية برج العقرب بيظل التعب مسيطر عليكم لليوم الثالث على التوالي انجزوا فقط ما هو ضروري من العمل المتراكم واخلدوا للراحة ممكن يطرأ تغيير للأفضل على صحتكم مع ساعات الصباح بتستعيد حماستك وبتنهمك بإدخال تعديلات أو تغييرات على روتينك أو على مظهرك بتقوى نسبة نجاحك وبتشتد عزيمتك وممكن تنغلب المعطيات من تلقاء ذاتها لصالحك برج القوس بتنشطوا بين الأصدقاء ولا تعتمدوا كثير على وعد ممكن يقطعوا لكم أحدهم لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح بتكن تنتبهوا أكثر لصحتكم ولا توقع على عقد ولا تبدأ عمل جديد أي فترة فارغة من الحظ حاول أنك تحلل الأمور بهدوء وابتعد عن الأضواء وما تقرر على شيء عشان ما يخيب أملك وحاذر من البلبلة والالتباس برج الجديد واصلوا عملكم لإعتياد وما تبادروا على عمل جديد في ساعات الصباح بتلتقوا الأصدقاء بادروا لملاقات الآخرين في منتصف الطريق اليوم بيطمئن بالك لأنه ممكن تجد حليف بيدعم تصوراتك ولا تستسلم بل كرر المحاولات برج الدلو اللي بيتقدم لامتحان أو مقابلة بده يركز بشكل جيد لغاية ساعات الصباح وبعدين بتنجحوا في المحافظة على سمعتكم ومصالحكم الاجتماعية ممكن تخضع على عدة تجارب مهمة أهم إشي إنك ما تضعف وما تجازف بسمعتك وحاول أنك تقوم بواجباتك على أحسن ما يمكن وقدم أفضل المستطاع لأن الفترة هاي بتحمل نوع من أنواع القلق والتوتر برج الحوت اتجنبوا أي شراكة مالية وتفحصوا حساباتكم المشتركة خففوا من النفقات في ساعات الصباح بتنشغلوا في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات البعيدة وبيكون اليوم مناسب لإجراء مقابلة أو اجتياز امتحان ممكن تبدأ عمل أو دراسة جديدة ممكن تناقش بقوة وذكاء وتتجرأ على رفض أي شيء ما بيناسبك لا تخشى شيء بل ثق بنفسك أكثر هاي فترة مناسبة لأخذ تجربة جديدة وممكن بعضكم يهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالسفر هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر